استبعد سابقاً وتحرك لتلبية مطالب بيتكوفيتش نجم جديد ينضم لقائمة الباحثين عن فرصة العودة لصفوف منتخب الجزائر وهذه المرة وضع مدربه في موقف صعب بعد تلبية مطالبه كان السويسري فلاديمير بيتكوفيتش واضحاً في حديثه بعد توليه مهمة قيادة المنتخب الجزائري خلفاً للمدرب الوطني السابق جمال بالماضي بعدما طلب بشكل واضح عدة مطالب من اللاعبين للحصول على فرصة مع محارب الصحراء اللاعب بشكل منتظم وتقديم مستويات جيدة كانت هذه مطالب بيتكوفيتش البسيطة من لاعب الجزائر للتواجد في منتخب محارب الصحراء لكن اختياراته مؤخراً أثارت العديد من التساؤلات فالبعض قام بما طلبه بيتكوفيتش ولم يحصل على فرصته حماد عبداللي أحد اللاعبين الباحثين عن فرصة للعودة إلى منتخب الجزائر من جديد وفي سبيل تحقيق أمله بدأ التحرك لتنفيذ الشرط الذي وضعه بيتكوفيتش ليحصل على هذه الفرصة عبداللي يلعب في وسط الملعب الدفاعي وهو مركز يعاني فيه منتخب الجزائر من نقص شديد بالفعل خصوصاً مع الموقف الطبي المبهم لنبيل بن طالب الذي تعرض مؤخراً لأزمة قلبية بن طالب قد لا يكون متواجداً في الملعب مرة أخرى خصوصاً وأنه حصل بالفعل على تصريح طبي استثنائي في بداية الموسم مع وجود شكوك بشأن قدرته الصحية على ممارسة كرة القدم وقد تكون هذه الوعكة بنسبة كبيرة نهاية رحلته في المستطيل الأخضر بيتكوفيتش سيبدأ بالفعل رحلة البحث عن لاعب الوسط الدفاعي الجديد في صفوف الجزائر مع اعتماده دائماً على الثنائي حسام عوار واسماعيل بن ناصر في مركز الوسط الارتكازي الرابط بين الخطوط عبداللي غاب عن معسكر المنتخب الجزائري خلال شهر يونيو الماضي في التصفيات المؤهلة لنهايات كأس العالم الفين وستة وعشرين رغم أنه تواجد مع بيتكوفيتش في معسكره الأول في مارس الماضي بيتكوفيتش تحدث مع عبداللي وأختاره بأنه يجب أن يرحل إلى أحد الأندية التي تنشط في الدور الممتاز الفرنسي أو أي من الدوريات الخمس الكبرى بدلاً من اللعب في القسم الثاني في فرنسا مع نادي أنجي حتى يضمن مكانه في صفوف محارب الصحراء النجم الجزائري تحرك بقوة خلال الفترة الماضية لتنفيذ هذا الشرط ليجد لنفسه مكاناً مع المنتخب الجزائري ودخل في مفاوضات رسمية مع نادي سانتيتيان الذي عاد مؤخراً للدور الممتاز الفرنسي بعد رحلة سابقة في دور الدرجة الثانية النجم الجزائري يجد أن سانتيتيان هو الفريق المناسب له خصوصاً وأنه أحد الأندية العريقة في الدور الفرنسي وهو كذلك ينشط في الدرجة الأولى الفرنسية وسيمنحه الفرصة في التواجد مع محارب الصحراء في التوقفات المقبلة سواء في تصفيات قاس الأوم الإفريقية أو في تصفيات المونديال